موسيقى سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى هذه الحلقة من برنامجكم مؤمنات خالدات عبر قناة محمد السادس للقرآن الكريم السادسة مؤمنات هذا اليوم هي امرأة قل ناظرها على مدار التاريخ كانت لها بصمة مميزة في وقتها والأزمان التي تلت ويعود ذلك إلى أعمالها التي لا يزال بعض منها قائم إلى وقتنا الحاضر والتي ينتفع منها بني البشر على الرغم من مرور قرون كثيرة زبيدة بنت جعفر ساقية حجاج بيت الله هي زوجة الخليفة العباسية الأشهر هارون الرشيد والسيدة الثانية في القصر بعد الخيزران والدة الرشيد عرفت بالورع ورجاحة العقل وسخائها وعطفها على الفقراء وبذل النفيس في سبيل الله ولا أدل على هذا من عين الماء التي حملت اسمها عين زبيدة زبيدة بنت جعفر هي مؤمنة هذه الحلقة من برنامجكم مؤمنات خالدات نتعرف عليها مع الأستاذ الفاضلة نعيم بن عيش رئيسة المعاد الشرعي نسوي عائشة أم المؤمنين أهلا وسهلا بك أستاذتي في هذه الحلقة مرحبا بك جميعا إذن شخصية هذا اليوم هي شخصية غنية ومميزة ربما لكثرة الأعمال الخيرية التي ما زالت ربما البشرية تنتفع بها إلى يومنا هذا وهي زبيدة بنت جعفر زوجة هارون الرشيد زبيدة بنت جعفر كيف عاشت هذه المرأة وكيف تزوجت هارون الرشيد وكيف كانت تتعامل مع الناس إلى غير ذلك من هي زبيدة بنت جعفر نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحابة أجمعين وحيي المشاهدين والمستمعين الكرام في كل مكان وأقول في هذه المرأة أنها ربما أشهر سيدة في بني العباس سيدات بني العباس هي أشهر واحدة وكما ذكرتي يكفيها فخرا أنها سقط الحجاج على مدار قرون طويلة وما زالت آثارها وما زال إلى اليوم لها بئر أو عين تسمى عين زبيدة أو بئر زبيدة في مكة المكرمة إلى اليوم أن تسقي الحجاج من مكة المكرمة أو من عفوا من بغداد إلى مكة المكرمة في ذلك الزمان ليس بالأمر السهلي ولا الهيين عرفت بأنها نشأت في القصور فكان جدها المنصور يحبها ويقربها ويوثرها وهو الذي سماها زبيدة المنصور بالله وكانت ذكية وجميلة وكانت لها خصال كثيرة ومن أهم خصالها الحكمة كانت حكيمة جدا ذات رأي متعلمة مثقفة تزوجها هارون راشيد عام 168 هجرية فدخلت قصر هذا الخليفة المتميز من خلفاء المسلمين الذي يعني في الحقيقة كثيرا ما أسأي إليه المستشرقون والمغرضون الذين كتبوا عنه بأنه كان قصره عبارة عن قصور ألف ليلة وليلة وهو بعيد كل البعد عن كل ذلك إذا رجعنا تاريخ خلفائنا وتاريخ أجدادنا وتاريخ الذين بنوا الإسلام عبر التاريخ فهو بعيد كل البعد عما انتشر عنهم وكتب عنهم ولا بد من تجديد كتابة التاريخ وضبط كتابة التاريخ وتنقية التاريخ من هذه الشوائب التي تسيء لهويتنا لأن الهوية هي ما معنى الهوية؟ الهوية هي معتقد ولغة وتاريخ وجغرافيا هي أربع أركان واحد من هذه الأربعة هو التاريخ فإذا أسيء إلى هذا التاريخ وإلى مناقب هذا التاريخ وإلى شخصيات هذا التاريخ وظلت هذه الإساءة صاحبنا فسنستهتر بتاريخنا ولن نفتخر ولن نعتز بانتمائنا إلى هذا الإسلام وإلى تاريخ الإسلام والمسلمين ونحن الحمد لله لدينا فرصة في هذا البرنامج حتى كلما تأتي فرصة الحمد لله نقدم ونصحح نعم نصحح بعض المعلومات نعم فمن المعلومات التي أود أن أشير إليها أن هارون رشيد كان معروف بالزهد نعم وكان معروف بأنه يغزو عاما أي يوسع رقعة الإسلام والمسلمين كان يبني إمبراطوريا كبيرة هي إمبراطورية الدولة العباسية وكان يحج عاما وكان يأخذ معه زبيضة فـ 186 كانت معه في الحج فانتبهت إلى غلاء الماء في مكة وأن أكبر مشكلة لدى الحجاج هو أن يعثروا على الماء العناء ربما حتى في حصول على الماء فبحثت في الموضوع وسألت ونقبت وجمعت المعلومات فرجعت متوكلة على الله وقد قررت بأنها سترفع هذا الحرج عن الحجاج يعني ليس بالحرج الهيئ لم تأتي لهم بالماء فقط من المناطق القريبة بل تبعت طريق الحجاج طريق الحجاج من بغداد ومن الشام من كل الطرق التي كان يأتي منها الحجاج تبعتها لكي تسهل وجود الماء لجميع الحجاج ولكي تروي كل الحجاج الذين كانوا يخرجون طبعا الحج كان صعب جدا لم يكن بالهيئ ولا بالسهل يوم نذهب للحج في عشرة أيام أو أقل من عشرة أيام يمكننا أن نحج مناسك الحج في خمسة أيام فيمكن الإنسان أن يذهب يوما قبل الحج ويرجع في يوم بعد الحج سبعة أيام يكون قد أدى كل واجبة الحج طبعا الحجاج المغاربة لا يشبعون من الحج فيجعلون لهم أياما قبل الحج يؤدون فيها العمرة ويستريحون وأياما بعد الحج يزورون فيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا لا أحدا يشبع من الحج فإذا زبيضة جمعت لم تفكر في الفكرة بشكل طوباوي ولا شكل غير مدروس بل جمعت الخبراء مشروع كبير جدا فجمعت لذلك الخبراء المهندسين والمعماريين والمتخصصين في البناء وجعلت لهم لجنة علمية يدرسونها كيف يدرسون من خلالها كيف يوصلون الماء للحجاج فقدموا لها هذه الدراسات قالت لرئيسي هذه اللجنة قالت له توكل على الله وإفعل ذلك أي أوصل الماء للحجاج وأمن لهم طريقة الحج بالماء الذي يلزمهم طوال الطريق ولو كلفتك ضربة فأس دينار يعني دينار أن يكلفه ضربة فأس لن تدخل أي شيء من أجل تحقيق هذا المشروع لا تهتم بالمال فجمعت كل ما تملك وطلبت طبعا من هارون راشيد وكان كل ما أتاها بورقة الحساب لكي يحاسب لأن الموضوع أخذ سنوات طويلة حتى أنجز فكانت تقول له معلقة على الورقة أو ورقة الحساب الذي يأتيها به تقول له أجر الله بغير حساب يعني الأجر الذي تنتظره من الله سبحانه وتعالى لا ثمن له وليس له حساب فلذلك فهي تؤدي بغير حساب تدفع بغير حساب لأجر بغير حساب فنعم المرأة ونعم الفكرة التي فكرت فيها وجعلت طريق الحجاج سهلا هينا وروت كل هؤلاء الحجاج الذين كانوا يفيدون ضيوفا على الرحمن فكانت هي تضيفهم أثناء الطريق بالماء والله سبحانه وتعالى جعل سبب الحياة هو هذا الماء فقد وهبت الحياة للحجاج كثيرا ما كانوا الناس يموتون أثناء الطريق طريقهم للحج بسبب قلة الماء وقلة الزاد فأمنت لهم هذا الماء بالمجان فرحمة الله عليها وما أكبر وأعظم هذا العمل الذي قامت به هذه المرأة العظيمة هذا هو المتير يعني كيف تفكر في هذا المشروع الكبير وهي أن تمد قنوات الماء على طول طريق الحجاج يعني كيف كان هؤلاء السلف يعني يفكرون في أدق الأمور ويبحثون عن أي شيء يقربهم من الله سبحانه وتعالى ويجعلون كل الأمور التي يقومون بها صادقة جارية يعني حتى بعد موتهم تبقى أعمالهم تدر عليهم الأجر أكيد أن هذا الأجر لم ينقطع مع السيدة زبيدة ولن ينقطع إلى يوم الدين فهذا العمل الجليل كبير لما فكرت في هذه المرأة لأنها كانت مؤمنة صحيح والله سبحانه وتعالى خلد ذكرها كثير من زوجات الخلفاء لم يذكرهن التاريخ ولا حتى احتفظ بأسمائهن ولكن هذه المرأة أصبحت علما وأصبحت شامة في تاريخنا وفي تاريخ أمجادنا فنساء الله سبحانه وتعالى أن يقتدي بها الصالحون وأن يقتدي بها الأكابر والنساء الفضليات فيفكرنا في الأعمال الباقية يمكن الإنسان أن يقوم ببعض الصدقات التي ينتهي عمل وهو قد سمى الفقاء والعلماء الصدقات العادية يعني أن يطعم الناس وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى وحثنا الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم على إطعام الناس ولكن هذا عمل بسيط قد يقوم به الناس مع بعضهم البعض ولكن أن تكون منفعته محدودة أن تكون مثل هذا العمل الذي يتطلب دراسة طويلة ويتطلب متابعة دقيقة ويتطلب أيضا نفق كبير جدا فلا تقوم به إلا هؤلاء الفضليات نعم طيب سنتحرف أيضا على كيف عاشت مع ربما ابنها الوحيد من الخليفة هارون الرشيد وأيضا كيف تعاملت مع ابن زوجها بعد هذا الفاصل وسادتي الكريمة إذا سمحت وأنتم أيضا مشاهدي الكرام نواصل معكم هذه الحلقة من برنامجكم مؤمنات خالدات ومؤمنة هذا اليوم هي زبيدة بنت جعبر زوجة هارون الرشيد لكن بعد هذا الفاصل من أجل فهم سليم لمقتضيات مدونة الأسرة من أجل تبسيط الإجراءات القانونية والإجراءات الإدارية الأسرية من أجل ترشيد الخلافات الزوجية وتحقيق الاستقرار الأسري تابعونا في برنامج إضاءات حول مدونة الأسرة مشاهدي الكرام نرحب بكم من جديد ونواصل معكم هذه الحلقة من برنامجكم مؤمنات خالدات ومؤمنات هذا اليوم هي زبيدة بنت جعفر زوجة هارون الرشيد رضي الله عنهم جميعا دائما مع الأسادة الفاضلة نعيم بن عيش رئيسة المعهد الشرعي النسوي عائشة أم وؤمنين أرحب بك من جديد أسادتي الكريمة وقبل الفاصل تحدثت عن الصدقة الجارية التي تفضلت بها هذه المرأة الفاضلة وهي زبيدة بنت جعفر كيف كانت تسقي الحجاج وكيف أشرفت وفكرت في مشروع كبير وهو سقي الحجاج ومد الحجاج بالماء الذي كان في ذلك الزمن صدق جاريا وكان نادرا وكان ربما سبب في موت الحجاج آنذاك طيب هذه المرأة لديها مناقب أخرى ولعل من أبرزها هو العلاقة التي كانت تربطها بابنها وبابن زوجها هارون الرشيد نعم زوجها هارون الرشيد كانت هي زوجته وكان له زوجة أخرى فارسية ولدت له المأمون وهي زبيدة ولدت الأمين فكانت كأي أم تعد ابنها لكي يكون خليفة لأبيه والأخرى أيضا تعد ابنها لكي يخلف أباه فكانت هناك منافسة بين الزوجتين وكلاهما أعدى ابنه فلما رأى هارون الرشيد هذه التنافسية قسم الملك بين ولديه وقد أصبحت دولته الإسلام شاسعة وكبيرة جدا فقسمه فقسم الملك بين ابنيه بين المأمون وبين الأمين وتقول الرواية التاريخية بأنه حصل خلاف بين الأخوين انتهى هذا الخلاف بقتل الأمين قتل الأمين وكان عندها فقط هذا الولد فوصلها الخبر طبعا جزعت وحزنت حزنا شديدا على ولدها وقام المغرضون والمرجفون كما يقومون دائما في كل زمان يحاولون أن يؤلبوها على المأمون لكي تثأر لابنها ويدعونها للثأر فرفضت ذلك رفضا شديدا وكتبت رسالة للمأمون كانت رسالة مؤثرة جدا تبايع فيها المأمون تهنئه ربما تهنئه وتبايع تعلن بيعتها له أنه هو أمير المؤمنين وليس هناك أميرا للمؤمنين غيره وتأثر لهذه الرسالة وبكى وينادى عليها لكي تأتيه إلى قصره فجاءت إليه فآثرها واعتبرها مثل أمه في مقام الأم وأكرمها وظلت معززة مكرمة في قصرها ولم يجرؤ أحد فيما بعد على أن يدعوها للثأر لأنهم عرفوا قطعت عليهم الطريق فهنا يظهر حكمة هذه المرأة وعلى صدق الإيمان صدق إيمانها والذي جعلها تغلق وتطوي هذه الصفحة صفحة الثأر وتنتقل إلى صفحة أخرى وهي أن هذا الإبن الذي ذهب هذا بقدر الله عز وجل انتهى زمنه وهناك زمن آخر هو زمن المأمون والمأمون هو ربيب لها إذن في مقام إبنها فتعامل معها هو كأم وتعاملت معه هي كإبن فاستطاعت أن تنشر الأمن أن تساهم في نشر الأمن في المجتمع وأن تقطع الطريق على المرجفين إذن كان هذه المساهمة هي مساهمة فعالة ومساهمة سياسية أمنت الدولة وبنت الأمن في هذه الدولة وساهمت في الحفاظ على استقرار البلد وعلى استقرار الأمن فإذن كانت امرأة راجحة العقل امرأة مؤمنة امرأة صادقة وتقول الرواية أنها عوضت فقدان ابنها بأن أصبح في قصرها دائما توجد عندها أكثر من مئة جارية تربيهن أحسن تربية وتأتي لهن بمن يحفظهن القرآن يعني بالشيوخ العلماء ويحفظهم وتحسن تربيتهم وتزويجهم فيما بعد وكانت كل جارية تدخل إلى قصرها لا بد أن تحفظ القرآن الكريم وكان يقرأ يوميا في بيتها عشر القرآن الكريم يعني ستة أحزاب في اليوم تقرأ في أوقات مختلفة وكانت القراءة الجماعية للقرآن الكريم تحول بيتها كأنه يعني إلى كأنه في أصوات أزيز النحل إذن فهذه المرأة كما ذكرت زيادة على إنشائها لهذا المشروع مشروع الري الكبير للحجاج وهذه الصدقة الجارية العظيمة فساهمت في تربية بنات الأمة ساهمت في تربية أبناء وبنات الأمة وحولتهم إلى حافظات لكتاب الله عز وجل وقارئات ومتخنات لقراءة القرآن الكريم وحولت قصرها إلى مدرسة قرآنية هذه المرأة دائما كانت تفكر في الأمور التي تعود عليها بالنفع لم تكن محدود التفكير ومحدود الرؤية دائما يعني هي تبتغي من هذه الدنيا الأشياء التي تعود عليها بالنفع أكيد أنها كانت مرأة صادقة ومرأة ذات حكمة وذات رأي راجح إلى غيره ولكن دائما أركز على عمق الإيمان عندها زبيضة حتى لا تتهم بأشياء أخرى لأن هناك أشياء مغرضة كتبت عن سيرتها فلو لم تكن مرأة مؤمنة لما حولت قصرها إلى يعني مدرسة قرآنية تعتني فيها بهؤلاء الفتيات أيضا عرفت بأنها كانت تكرم العلماء والأطباء وأعتقد بأن اختيارها للعلماء والأطباء كان اختيارا أيضا ذكيا واختيارا مقصودا فهي تعرف قيمة الأطباء في المجتمع يحافظون على أجساد الناس فكانت توثرهم بهداياها وتتفقدهم وتكرمهم لكي لا يحتاجوا ولكي لا يتاجروا في أجساد الناس فكانت تغنيهم لكي يشتغلوا بصدق مع الناس ومع أجساد الناس واليوم نوجه كلنا رسالة للأطباء الذين يشتغلون على أجساد الناس ما أشرف مهنتهم ولكن يجب أن تصاحبها أخلاق الشرفاء الذين يشتغلون على أغلى ما يملك الإنسان بعد عقله هو الجسد فيعطيك هذا الجسد ويثق فيك ويؤمنك عليه فإذا كانت هي تعتني بالأطباء تعتني بالعلماء الذين يصنعون العقول فإذا كانت تعتني بالذين يساهمون في صناعة الإنسان فصناعة الإنسان عقل وجسد وهذا العقل فيه روح فيه عاطفة فيه أشياء أخرى فكانت تعتني بالعلماء وتغنيهم وتخصهم بهداياها وبعطاياها أكثر وكانت تخص أيضا الأطباء فأثر عنها أنها كانت تعتني بالفقراء وغيرهم ولكن عنايتها أكثر موجهة لهذه الفئة أكثر من غيرها رغبة منها في كما ذكرت صنع وخلق وتنشئة الأجيال الصعيدة حتى تكون هذه الأجيال مبنية على الأسس الصحيحة سواء تعلق الأمر بشخصيتهم وبجوارحهم وبأفكارهم وأيضا بجسدهم ويكون الجيل الذي يأتي فيما بعد قد تربى لن يحتاج إلى أي شيء في تربيته وفي تنشئته فأي كانت تضع القواعد والأسس كانت تساهم هذه عرفة دائما عبر التاريخ زوجات الملوك والخلفاء وإلى اليوم يعتنون بالجانب الخيري وخدمة الناس والعطف على الناس والمحتاجين وغيرهم ولكن هذه المرأة كانت حكيمة كانت تختار وتدقق يعني لا تعطي فقط هذه العطايا بل كانت تختار الأنفع والأجدى والأحوج فكانت الأمة محتاجة إلى الري عبر طريق الحجاج ففعلت وأنفقت في ذلك بغير حساب وكانت ترى الأمة تحتاج إلى علمائها وستبقى الأمة دائما تحتاج إلى علمائها الأمة محتاجة إلى أطبائها وستبقى دائما محتاجة إلى هؤلاء الأطباء وطبعا العلماء كانوا يقومون بمقام المدرسين فكان العالم يدرس ويعلم في الأوراق فقط ولكن كان له تلاميذ وله أتباع وله مدارس يشرف عليها وله أجيال يشرف عليها ويوجهها فإذن أتنت حقيقة بالكوادر أو الأسس التي تبني الأمة رحمة الله عليها وظلت معززة مكرمة محموبة في الناس وفي تلاميذاتها وتلميذاتها في القصر إذن فقدت الأمين ابنها الأمين ولكن أصبح لها أبناء كثر في هذه الأمة وعاشت إلى 216 هجرية ودفنت في جنازة مهيبة جدا شارك فيها علماء ذلك الزمان وصلاطينهم وأمراءهم وغيرها فكان لها مكانة عند الجميع رحمة الله عليها حتى كان لديها نفوذ لكن لم تكن متسلطة وتستغل هذه النفوذ من أجل ربما بعض المطامع أو بعض الأمور الدنيوية صحيح فاستعملت نفوذها عرفت بنفوذها في أيام هارون راشيد وعرفت أيضا بنفوذها في أيام ابنها الأمين وعرفت بنفوذها وبما كانتها في أيام المأمون فكان يمكن أن تستغل هذا النفوذ لذاتها ولكن كانت دائما تستغله لمصلحة الناس لمصلحة الأمة لخدمة الناس استعملت هذا النفوذ وهذا الوصول لأعلى هيئة وأعلى سلطة دائما في خدمة الأمة وفي خدمة الناس وذلك يا رب لا شك سيعود عليها بالنفوذ وسيوضد العلاقة بينها وبين الله سبحانه وتعالى ربما كانت تفكر للآخرة وليس للدنيا وما أحوجنا أن ننهل من هذه المواقف الجميلة لهذه الفاضلة السيدة زبيدة بنت جعفر زوجة هارون الرشيد ردوان الله عليهم جميعا نعم أيضا كانت معروفة بالأناقة كانت مرأة أنيقة وكانت تهتم بلباسها وبشكلها وتهتم بالمحيط من حولها في اللباس كانت ذواقة جدا فلا بد أن نذكر أيضا هذا الشيء عملها للآخرة لم يجعلها تترك الدنيا لأنها كانت موجودة في قصر وموجودة في الدنيا فكانت رمزا في أناقتها وفي لباسها وفي مظهرها أمام النساء وفي مجتمعي النساء رحمة الله عليها رحمة الله عليها كما ذكرت كانت رمزا في أناقتها وجمالها وأيضا في معاملتها ما شاء الله لم تترك شيئا إلا وكانت حكيمة في كل اختيارتها رحمة الله عليها ولعلنا ننهل كما ذكرت من منقب هذه الفاضلة شكرا جزيلا لك أسادة الفاضلة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من مرنامج مؤمنات خالدات التي كانت حول مائدة السيدة زبيدة بنت جعفر وزوجة هارون الرشيد رضوان الله عليهم أشكرك على ما أجدت به في هذه الحلقة نلتقي في موعد لاحق بإذن الله شكرا أيضا لكم موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة نلتقي في الحلقة المقبلة مع مؤمنة خالدة أخرى من مؤمنات خالدات فريق عمل برنامجنا يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته